أخبار نادي الزمالك ففيها كثير 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 من الأحاديث المهمة وهبدأ بزيزو زيزو هل سيبقى مع نادي الزمالك ولن يرحل لفريق الشباب السعودي اللي خارج من نادي الزمالك آه زيزو مكمل مع الفريق ده اللي خارج منين؟ من نادي الزمالك اللي خارج مننا نبقى إيه؟ لا لسه لسه إيه يا كريم خلاص ما الأمور الناس قالوا في الزمالك خلاص لسه الباب القيدة هيتقفل في السعودية بعد ثلاثة أيام الشباب عندوا مشكلة كبيرة في ليه الشباب في السعودية؟ عندوا مشكلة كبيرة خمس مباراة بحاجةش عن انتصار تعدلين وتلاث هزائم ومجلس بيمشي مجلس الدراء بيمشي ويجي مجلس مؤقت والأمور صعبة جدا طيب الشباب بيعمل إيه خلال الثلاثة أيام دول؟ داخل بتقله يعني ايه؟ هو عايز سبع تمن لعيبه جداد ومنهم أجانب ومنهم محترفين ويا ويا فالثلاثة أيام دول ممكن يحصل تطور في مفاوضات نادي الشباب مع نادي الزمالك حول زيزو زيزو والده اللي هو يعني بيشتغل وكيل أعماله بيدفع جدا 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 إن زيزو يروح الشباب السعودية زيزو ما عندوش رغبة وطحة يعني ايه؟ يعني زيزو مش أكيد عايز يروح الشباب ومش أكيد عايز يكمل مع الزمالك هو سائب حرفيا الأمور في يد نادي الزمالك يعني لو الزمالك وافق على رحيل زيزو للشباب مش هيبقى زعلان زيزو الزمالك بن كوسين راضة زيزو زيزو هيكمل مع نادي الزمالك راضة زيزو دي معناها يا كريم معناها شوية تعديلات في العقد معناها شوية مستحقات متأخرة ياخدها معناها شوية بونس كده ياخدها لو سجل أهداف لو جات أعلانات شوية تفاصيل كده بيتحرك فيها نادي الزمالك دلوقتي بس فكرة أنه الباب اتقفل تماما حول احتراف زيزو لنادي الشباب السعودي ده ما تقفلش ومازال الأمر خمسين 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 يبقى زيزو مع الزمالك ويستمر وخمسين ينتقل خمسين في المية ينتقل إلى الشباب السعودي هذه هي حكاية أو كواليس ما يحدث الآن فيما يخص زيزو شكرا